السلام عليكم شواء برناعكم فيديو جديد ودرس جديد وهذه المرة عندنا هذا المادر بورد الخاص بلابتوب لينوفو طبعا اللابتوب لينوفو موديلها G500 مثل ما وضعتكم طبعا موديل نيم 2036 مثل ما اضح امامكم هذا الموديل كامل للابتوب مشكلة هذا اللابتوب انه اجتني بها مشكلتين الاولى انه بها قطع بالانتين مع الواي فاي وهذه ما راح اصليها امامكم راح انجاز بها ان شاء الله المشكلة الثانية كان حسب الدعاء للزبون انه منفذ USB استخدم عليه كارت واي فاي خارجي يقول بمرور الزمن قام يشتغل عندي الواي فاي ال USB عذران ما قام يقرأ هذا المنفذ يقول حولت على المنفذ الثاني اشتغل وبعد فترة المنفذ الثاني ايضا وقف يعني هذا الشيء خلاني اشتبه شنو انه بما انه كارت الواي فاي شوية بطول فبسبب الحركة قلت توقعت انه USB مكسور فصراحة حتى اقصر طريق حتى لا اتعب نفسي برفع القياسات وهذا قمت باستبدال المنفذ USB مثل ما واضح ملكم هذا المنفذ قمت باستبداله لغرض التجربة فكان عندي حاضر جوائيتي فبدلته بعد تبديل المنفذ راحظت انه USB ايضا ما اشتغل يعني قمت بعمل الفحص فا الUSB ما اشتغل يعني مشكلتنا بالماثر بورد ليس بالمنفذ مع USB فاشنون راح نحلال المشكلة هذا الشيء اللي راح نعرفه بهذا الفيديو اذا تحبت تستفاق خليكم تابعه حتى النهاية يا شباب اجلنا على الميزة الثانية طبعا قبل ان ابدأ التصوير قمت بتنزيل بورد فيو والسكماتيك الخاص بهذا الماثر بورد وقمت بعمل تحليل العطل وصراحة موجدت العطل وقمت بحلها ولكن احبيت اشارك بياكم الطريقة التفصيلية فرجعت رجعت كل شيء الى وضعها الطبيعي حتى نقوم بحل العطل سوية وتستفادون ايضا انتو اذا جاكم نفس العطل شنون الخطوات شنون اللي شفت راح نبدي بياكم من الصفر في عامية الاصلاح فخليكم متاوعين اول شي خلينا نروح الى البورد فيو خلينا نروح اول شيء الى وضع الديسكتوب بهذا الشكل هذا البورد فيو المعلى البورد مثل ما شوفون نجي على هاي المنطقة الخاصة بالUSBات هذا يو اس بي الاول وهذا يو اس بي الثاني نجي الارجل مع الو اس بي هما عبارة عن اربع هذا البن الاول مثل ما شوف جاك يو اس بي تو وهنا هذا الاخر اللي هو جاك يو اس بي وان نحن نجي اثنين هم مرتبطين باي سي واحد هذا الاي سي هو الخاص بتغذية البور لانه مثل ما شوفون عدنا يو اس بي ثري بي سي سي اي هذا خط التغذية الفولت يعني الخمسة فولت تجعل هاي النقطة من الو اس بي البن الثاني مثل ما شوفون اليو تو دي اين وان اللي هو خط النغتيف الخاص بالداتا وايضا عدنا الخط اللي بعدها خط البوزاتيف مثل ما شوفون داتا بوزاتيف خط البوزاتيف الخاص بالداتا ونجع الاخر من البنات اليو اس بي نشوفه جي ان دي او جراوند فهاي البنات الخاصة باليو اس بي حاليا نجي ان دي ما لنشغل به لانه هو جراوند اصلا خطوط الداتا ممكن يكون سبب العطل فعدنا يما عطل قطع بالداتا يما قطع بالبور فحتى نعرف من وين نبدي وهل المشكلة هي داتا ولا بور خلي نجي نشوف هذا البن من البنات اليو اس بي عليه خمسة فولت ولا لا اذا علي خمسة فولت فمشكلتنا بالداتا مو بالبور واذا ما علي خمسة فولت فمشكلتنا بالبور مو بالداتا فحتى نعرف نبدأ من وين خلنا نروح الى وضع الميكروسكوب وننقيس الفولتية على pin اليو اس بي هذا اليو اس بي هنا فخلينا نشغل الماذر بورد نربط الشاحن ونشغل الماذر بورد شغلنا الماذر بورد اخوان نجح حاليا نرفع القياس عن اليو اس بي ناخذ ارضي من اي مكان ونجي هذا البن المفروض يكون عليه خمسة فولت مثل ما شوفون اخوان على الملتميتر راحت هنا مثل ما شوفون جاي اقيس على هذا البن اللي هو المفروض يكون عليه خمسة فولت ما كو اي فولت ادنى خطوط داتا وهنا هذا خط المفروض يكون عليه خمسة فولت ما عليه فولتية مثل ما شوفون هذا الدليل على انه المشكلة عدنا باور مو داتا شوف خمسة فولت قاطعة ما جاي على اليو اس بي اذا نتأكدنا حاليا عرفنا انه المشكلة باور مو داتا نطفي المو داتا بما انه نرجع على وضع بما انه مشكلتنا بالباور مو بالداتا فعدنا هذا الخط اللي هو يقطعه يعني ما جاي تيجينا للفولتية الخمسة فولت فا اول شي نجي نسوي مصدر هاي الفولتية منه مصدرها وهذا الاي سي ندوس على الاي سي راح نشوف انه وهذا هو المصدر مال الفولتية او مصدر مال اليو اس بيات اللي هو مصدر التغذية مالتهم زيان الخمسة وثلاثين خلينا نروح للمخطط العام نشوف وضعه واصلا هنا بدات الشي تمبين عندنا شوف عندنا خمسة ثمم بنات البن الاول مثل ما اشوفون البن الثاني والثالث طبعا جاي هاي فولت اعتقد تغذية جايتنا من خط الاليويز او من دائرة الاليويز خمسة فولت يعني تتغذى من دائرة الخمسة فولت الرئيسية بعدها عندنا البن رقم اربعة يو اس بي اون طبعا اشارة انشيطية مصدرها اعتقد الاي او هذه مصدرها الاي او نشيط الاي سي حتى الشغلة وعلى الرجل الرقم خمسة عدنا يو اس بي اوفر كورنت او او سي زيرا هذه اشارة طبعا اشارة حماية اي مرتبطة طبعا على الاغلب بالبي سي اي اج او بالمعالج اذا كان المعالج مدمج داخل المعالج وعلى الرجل الرقم ستة وسبعة وثمانية كلهم عبارة عن يو اس بي ثري بي سي سي اي هذا عبارة عن فلتيات خرج من ال اي سي الى الي او اس بي التغذية الدليل ان ما ننبس على اي واحد من البنات مثل ما اشوف هاي اس بي خط التغذية ما بتا اشار عندي وهنا ايضا خط التغذية من ال اس بي الاخر ايضا اشار عندي فاذا هاي الالثلاث البنات الستة وسبعة والثمانية افرض تكون عندي خرج عليها من الائي سي لهذه البنات الخاصة باليو اس بي سوف نحل الـ IC ونرى ما هي الشروط حتى يشتغل أول شيء لدينا هذه الـ PIN رقم واحد هو GND سوف نذهب إلى الـ Schematic ونكتب رقم الـ IC وعن رقم الـ IC كان لدينا U35 الـ U35 سوف نبحث عنه CTRL-F U35 هذا هو الـ IC مثل ما تشوفون هذا الـ IC الذي جاء نتعامل بها حالياً الذي هو الـ U35 وعندنا مثل ما اتفقنا الرجل رقم واحد GND والرقم الثلاثة هي VOLT IN والتي التغذية للـ IC وعندنا إشارة تنشيط الـ USB ON ولكن هذه الإشارة هي مثل ما تشوفون عليها خط عليها خط فوق العبارة دلالة على أنه هي Active in Low Active in Low يعني لما تكون عليها قيمة هذه الإشارة لما تكون عليها قيمة فهي غير نشطة لما تكون عليها قيمة هي تكون في حالة النشاط فهذه هي معناه الـ Active in Low يجي إلى الرجل رقم خمسة أيضاً عندنا الـ Flag فالفلاق طبعاً إشارة موصدرها الـ USB طبعاً مو موصدرها هذا الـ IC هو اللي ينطل إشارة هذه لما تكون Active هذه الإشارة لما تكون Active الـ PCH يدخل بوضع الحماية من الـ Over Current أو من وضع المثلين إذا ربطت بـ Flash بـ Short أو ربطت مصدر أو USB بـ Short أو بـ Telef فهذا وظيفة أنه يكون Active الـ Flag يكون Active وبالتالي ينطي إشارة للـ PCH أيضاً ينطي أمر إلى Super I-O ينشط إشارة الـ USB أو يعمل عليها قيمة فبالتالي يفصل الـ USB يفصل الـ IC وما يشتغل عندك ما يشتغل عندك الـ USB كيف يعني؟ طبعاً هذه الإشارة هذه الإشارة لمن تكون جايتني طبعاً إشارة الدخل هي هنا مبينة عندي ولكن أعتقد هي إشارة تخرج من الـ IC وليس الدخل لأنه هي هذه الإشارة تروح من الـ IC تنطي الحالة المنطقية ما للـ IC بالتالي هذه الإشارة تروح من هنا على وين؟ إذا شوفكم إذا نشوفكم هاي الإشارة تروح إلى الـ الـ هنشوفكم تروح إلى الـ إشارة الدخل مثل ما تشوفون قلت لكم إنه إشارة الدخل هاي إشارة الدخل تروح على الـ طبعاً شنو وظيفتها؟ إذا راحت إلى الـ هاي الإشارة فتخليه يدخل بوضع الحمالي لأنه مثل ما تشوفون اسمها المختصر هي USB Over Current وهذا الإشارة مجرد أنه يستلمها الـ بي سي ايج راح ينطي أمر للـ الـ IC بالتوقف عن العمل طبعاً كيف راح يتم الأمر عن طريق الستاتيج؟ راح لكم Ctrl F U 30 35 إذا جيت هنا وشفت إنه هاي الإشارة اللي هي رقم أربعة اللي هي USB On مصدرها هو I-O بالتالي الـ USB On يعملها اكتف واللي هي اكتف قلنا إن لو عندما يفصل الفولت ينفصل عن USB On بالتالي الـ IC راح يكون فعال ونشط أما العملية العكسية في حالة دخول وضع الحماية لما تكون هذه أيضاً الإشارة الثانية active in low فإذا تكون ماكو فولتية لدينا على الرجل الرقم 5 من الـ IC بالتالي راح تكون هذه الإشارة اكتف وبالتالي الـ PCI يدخل في وضع الـ Overcurrent أو في وضع الحماية وبالتالي راح ينفصل الفولت أو ما يعبر الفولت على الرجل الرقم 5 أو عذرنا 6 و 7 و 8 جيد الآن الآيسي عدنا عرفنا إنه شرط التنشيط مالتا لازم أول شيء يكون عدنا على 5V اللي هو الرجل الرقم 2 الرجل الرقم 3 هذا الشرط الأول الشرط الثاني لتشغيل الآيسي لازم يكون عندي الرجل الرقم 4 نشطة يعني لازم يكون عندي صفر فولت على الرجل الرقم 4 حتى يشتغل الرجل الرقم 5 اللي هي الفلاق لازم يكون شنو؟ لازم يكون عليها فولت حتى لا يسترم إشارة الـ PCH ويدخل بوضع الحماية فهي أكتف إن لو فنحن نريد ما نريدها أكتف نريدها غير أكتف أو غير نشطة فبالتالي لازم يكون عندي فولت على الرجل الرقم 5 قيمتها بقيمة معينة ممكن تكون 2V ممكن تكون 3.2 هاي القيمة إذا لم تكن موجودة فما نبدأ نحن الـ IC داخل عندنا بوضع الحماية عن طريق PCH فالشروط خد التالي أول شيء 5V على الرجل الرقم 2 رقم 3 0V على الرجل الرقم 4 وعلى الرجل الرقم 5 المفروض أيضا يكون عندي 3.2V أو 2V حتى شنو؟ حتى إشارة الفلاق تكون أكتف أو أن أكتف أن أكتف لأنه من تكون لو تكون أكتف فأنا أكتف لازم تكون عليها خيمة بعد ما تتحقق ثلاث شروط فهنا الرجل الرقم 6 و 7 و 8 راح تصدر لدينا على USB 3 ويشتغل عندنا المنافذ 2 طبعا اللي يمرططين على IC1 فتشتغل عندنا منافذ 2 حاليا ونتأكد مننا عن طريق الممارسة العملية ونروح إلى النزل هذا تحت ونروح إلى الميكروسكوب وبما أنه نحن تحت الميكروسكوب خلي نجي أول شي نشغل IC وهنا نجي نشغل عذراني المتربورد هذا IC خلي نجي نربط الشاحن ربط الشاحن راح أشغل المتربورد شغلنا المتربورد اشتغل المتربورد حاليا نجي نرفع قياسات هذا IC هذا هذا رقم 1 جراند الرقم 2 و3 المفروض عليها 5 فولت الويز مثل ما يرون 5 فولت جايتنا على الملتيميتر أو على الفولت الرقم 4 قالنا المفروض صفر ليش صفر حتى تكون اكتف إشارة التنشيط أيضا على الرقم 4 سليمة لأنه اكتف ان لو فالشرط الشرط الأول اللي هو والضلطي الدخل موجودة الشرط الثاني اللي على الرقم 4 المفروض يكون عندنا 0 فولت أيضا متحقق نجي على الشرط رقم ثلاثة حتى يشتغل الـ IC اللي هو المفروض يكون عندنا هنا قيمة على الرقم 5 فمثل ما يرون عندنا 3.2 فولت دلالة على أنه هذه هذا الرجل وبالتالي الـ IC ما داخل في وضع حماية وما أرسل إشارة إلى الـ PCH حتى يعني الـ PCH يقوم بدورة أيضا بيرسال قيمة فولت إلى الرجل الرقم 4 وبالتالي الـ IC يدخل في وضع حماية يعني الشرط الأول من شروط الـ IC هو هذا الشرط الأول عندنا 5 فولت فولت للـ IC الشرط الثاني هو على الرجل الرقم 4 ما عدنا فولت إذن active in high active in low فالإشارة صحيحة active in low الإشارة اللي بعدها على الرجل الرقم 5 المفروض تكون على الرجل الرقم 6 و 7 و 8 مثل ما شوفون الـ IC الحقير ما مخرج عندي فولت بالتالي هذا دليل قطعي و قطعي 100% على وجود تلف بهذا الـ IC مثل ما شوفون الـ IC نظيف لكن لا يعمل أو تالف لأنه الشروط كلها متحققة و ما يخرج بورد فخلي نروح لو نحنا مغمضين لعلو نحنا متقتنين و مغمضين لعينه متقتنين بنسبة 100% جاني زباين ثواني إخبار بعد ما تأكدنا من كل شروط الـ IC سليمة فنروح حاليا نحنا متأكدين ومرتاحين أنه نروح نبدل الـ IC بشكل مباشر فأولا شي خلينا نفصل الـ Power عن البورد فبعد ما نفصلنا الشاحن نروح بشكل سريع نبدل الـ IC بسرعة طبعا مثل ما شوفون أكون أقلة نوعية بالوضوح مع الكاميرا مع الميكروسكوب إذا تحبون نعلمكم كيفية الحصول على صورة نقية و رائعة بتحت الميكروسكوب الضاهية هذا الوضوح اللي جاي يشوفوه أمامكم طبعا أقدر أحصل على صورة أو وضحة بعد من هذا مثل ما شوفون فإذا تريدون تحصلون أو تتعلمون كيفية الحصول على صورة مضاهية لهذه الصورة قلولي حتى أن نزلكم درس خاص بها إن شاء الله بمقبل الأيام عاليا خلينا نستبدأ الزين حاليا أخوان شنو سونا بدنا الزين خلينا نجي من أي مكان نجي على الرجل رقم 2 مثل ما شوفون عليها 5 فولت محقق الشرط رجل رقم 4 أيضا محقق الشرط لأنه active in low الرجل رقم 5 نفرض عليها 3.2 حتى تكون on active وأيضا صحيحة وأخيرا مفروض يكون عندنا خرجة هنا ومثل ما شوفون خرجوا عندنا الفولت لدي قيمته 5 فولت حاليا مفروض البنات ما للتغذية على اليو اس بي تكون عليها فولتية ومثل ما شوفون البنات التغذية ما اليو اس بي أيضا ضهرة الفولتية عليها وبهذا نكون نحلينا مشاكل اليو اس بيات الخاصة بهذا الماذر بورد خلينا نروح نتأكد سويا نحطها على الجهاز ونحاول نشغل ونشوف النتيجة السوية خليكم دعا خلينا نربط البورد السريع لغرض الفحص نربط الفلاتة ما للشاشة رح نحتاجها وهي فلاتة الترباور أيضا خلينا نربط الهارد اللي رح نحتاجها أيضا بهذا الشكل نربط الشاحن نجي نجمبر رجل رقم واحد وثلاثة حتى نشغل البورد شغلنا البورد حاليا حاليا يعمل الماذر بورد مثل ما ترون بعد ما شغلنا الجهاز مثل ما ترون خلينا نبحث اليو اس بيات شغال هذا الآخر وشتغلنا اليو اس بيات هذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم أتمنى يكون الفيديو عجبكم وإذا عجبكم الفيديو تنسونا بالعجاب بالفيديو ورشترك بالقناة وتابعيه رجلات حتى يصلكم كل جديد كما يجبكم سيفقد دائمك وقد دائمك وقد دائمك فيا مالا